في حكايات بقى بعملها لمتعتي يعني يتمتع المزيع باركليز أنا سعيد أن الناس كتير بقيتعرفة قضية باركليز بنك باركليز وحمد بن جاسم كل يوم بتطلع معلومات جديدة ولكن للأسف كتير من المحطات ووكلات الأنباء لا تزيع فعمري زيع من التفاصيل الجديدة اللي أنا توقفت عن ده تعرفين حضراتكم المحكمة كل شوية يطلع منها تسريبات أقوال محاميين كانوا جوة فطلع معلومتين جداد عن رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم المحترم اللي كان طالب سمسرة من بنك باركليز سنة 2008 أنا سعيد أن أنتوا بقيتوا حفظين القضية في معلومتين جداد طلع المعلومة الأولى أن واحد من المدرين قالك أنا لطعت هو اللي بيقول أنا لطعت رئيس وزراء قطر بشكل مهين لعدة أيام علشان أرد عليه في الرشوة اللي هو عايزها وجيه وقت قاله ما عليش رسله مش فادي رايح دبي وجاي فرئيس وزراء قطر وقتها حمد بن جاسم قاله أنا حاستنى قالك كان يكلمني ساعته ما ردش عليه لأنه بيزن عايز الفلوس عايز الرشوة بتاعته أنا بقى هيب بحمد بن جاسم أنه الموضوع كده بقى مهين مهين الجرائد بتاعتهم اللي في بريطانيا بتاعت قطر لا تزيح هذه الأشياء الجزيرة الرأي والرأي الآخر لا تزيح هذه الأشياء باركليز البي ما بتتنتقش لأن بي باركليز وفي برايب رشوة كلها بي وهو بن جاسم دي المعلومة الأولى إن أنا كنت بلطعه بشكل مهين قاعد مستنى بقى الفلوس عايز هي بب ما هو قال لهم إيه قال لهم عايزين قطر تخش تشتري في البنك ادوني فلوس ونقنع الصندوق السياد القطري يدفع فلوس ويشتري في البنك دي أقوالهم ده العمر اللي بيقول ولا مش عارف مين بيقول ولا موقع إيه بيقول دي أقوال المحكمة الموضوع التاني اللي اكتشفوه غريب جدا بقى مش بس رشوة ده طلع إيه هو كان عامل شركة اسمها تشالنجر فقال لهم بصوا بقى هو مش قطر هتخش تشتري أسهم في باركلز قال له ها قال له وتشالنجر كمان تاخد شوية أسهم قال له ازيان قال لهم لا ازيان حتى تدو دول أنا أاخد أنا كمان بس أنا ما بشتريش باسمي أنا بشتري باسم الشركة اللي أنا مزجلة في الجزر العزراء اللي هي الوفشور حليلي بقى أنا مش عايز رشوة بس أنا عايز كمان جزء ملقاسهم اللي انت حبيعها لقطر فضيحة بجلاجل يعني أنا أول مرة عرف الجلاجل حمد بن جاسم فضيحة بجلاجل وأنا بقى أهيب بكل مزوعين قناة الجزيرة اللي بيكتبوا تويتات وبيطلعوا برامج اتكلموا عن السرع اللي حصلت اتكلموا عن الرشوة أنا بطلب من حمد بن جاسم للمرة العلف يطلع بيان ينفي الكلام ده جرائد أجنابية بلومبرج جارديون فاينانشل تايمز كلها تيرين جرائد تيرين ولا أنت مراكمش غير مصر والسعودية بس أنا مستني أنا كل يوم قاعد مستني على رأي الست شادية مش عايز الأمر أنا عايز أسمع خبر والله لا إله إلا هو بعقد الهاء لو طلع بيان أول وعد يزيعه أنا حكاية رشوة حمد بن جاسم وكل يوم بتطلع معلومات جديدة أسكت لا أداي لا نعمل إيه نزيعه مستني بقى جرائد لندن محطات تركيا الصراصير أي أحد أي كلام دفع عنه كذب أخي ده الراجل بيقبضكو دفع عنه كذب قول ما حصلش مش قادر يقول ما حصلش دعو ترجمة نانسي قنقر